موسيقى تشت التسع عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار وابرز عنوينها غرفة العمريات التي شكلها المجلس رياسي تعلن المنطقة الواقعة بالمحور الجنوبي لمدينة نصرة منطقة عسكرية وبلدي بوغرين يؤكد سقوط قتلى في صحوف ما يعرف بتنظيم الدولة خلال الاشتباكات في المنطقة مجلس الشرى مجاهد درنا يؤكد ان عملية الكرامة تقوم بتحشيد قواتها في منطقة كرسة ويقول ان الوضع الامني داخل المدينة مستقر السفير البريطاني لدى ليبيا يقول ان بلاده تدعم حكومة الوفاق ومستعد للنظر في رفع حظر توريد السلاح على ليبيا في حال طلبت ذلك موسيقى ارى بكم اعلنت عمرية البنيان المرصوص التي اطلقت غرفة العمريات المشكلة من قبل المجلس الرياسي اعلنت المنطقة الواقعة بالمحور الجنوبي لمدينة مصرطة منطقة عسكرية واكد المركز الاعلام لعمرية البنيان المرصوص في بيان له على استعدادات غرفة العمريات الخاصة ما زالت متواصلة لدحر ما يعرف بتنظيم الدولة مشيرة الى انه يمنع تجول المدنيين او الصحفيين بهذه المنطقة بداية من الساعة الثامنة مساء حفاظا على سلامتهم قال المتحدث باسم غرفة العمريات المشكلة من المجلس الرياسي محمد الغصري ان قواتهم احرزت تقدما في محوري بوغرين وطريق النهر الصناعي دون وقوع اي اشتباكات واضف الغصري لقناة ليبيا لكل الاحرار اضف ان سلاح الجو التابع للغرفة استهدف امس واليوم عدة مواقع لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة بوغرين واسفر القصف عن خسائر كبيرة في صفوف عناصر التنظيم حسب قوله في سياق متصل اكد رئيس الفرع البلد بوغرين محمد الجالي وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة خلال الاشتباكات مع قوات غرفة العمريات التي شكلها المجلس الرياسي في المنطقة واضف الجالي لقناة ليبيا لكل الاحرار انه تم دحر عناصر التنظيم بشكل نهائي من منطقة بوغرين بعد تكبضهم خسائر فادحة في الارواح والاليات مشيرا الى انهم يتمركزون في منطقة زمزم ويقومون باعتقال المواطنين والتضييق عليهم واضح الجالي ان سلاح الجو التابع لغرفة العمريات كثف من غاراته الجوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في بوغرين مع تقدم قوات عملية البنيان المرصوص على الارض وفاد مدير مكتب الاعلام بمستشفى مصرات المركز عبدالعزيز عيسى بارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات شرق كوبرس دادة الى خمسة قتلى بعد وفاة احد المصابين متأثرا بجراحه واضح عيسى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الحصيلة النهائية لجرح الاشتباكات ضد ما يعرف بتنظيم الدولة التي وقعت شرق كوبرس دادة بلغت ثمانية وثلاثين غادر اغلبهم المستشفى بعد تلقيهم الاستلافات الاولية من جهة اخرى اشار مدير مكتب الاعلام بمستشفى مصرات المركزي عبدالعزيز عيسى الى وصول طائرة عسكرية ايطالية مساء امس الجمعة الى مطار مصرات لنقل مجموعة من جرح الاشتباكات واضح عيسى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الطائرة الايطالية ستنقل سبعة عشر جريحا حالتهم حرجة الى احد المستشفيات العسكرية في ايطاليا ليتم علاجهم في المستشفيات الايطالية من جهة اعلنت وزارة الخارجية الايطالية في بيان لها ان مستشفيات في ايطاليا استقبلت ثلاثة عشر مواطن ليبيا اصيبوا بجراح اثر الاعتداء الذي وقع على مقربة من نصاطة في الخامس من مايو الجاري واشارت الوزارة في بيانها الى ان الرحلة الجوية لنقل الجرح الليبيين نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة ورئاسة الاركان العامة في وزارة الدفاع الايطالية واضحت الخارجية ان عملية نقل الجرحة تدخل في اطار استعداد ايطاليا الدائم لمساعدة ليبيا والشعب الليبي في الحالات الطارئة وتوطيض الاستقرار ودفع عجلة التنمية في البلاد حسب البيان بعد نداءات الاستغاثة التي اطلقها الطاقم الطبي العامل بالمستشفى المركزي مصراتا والنقص الحاصل في الكوادر والمستلزمات الطبية بالمستشفى حطت طائرة عسكرية طبية ايطالية بمطار مصرات الدولي لنقل جرح المواجهات الاخيرة مع ما يعرف بتنظيم الدولة لتلقي العلاج في مستشفى روما العسكري طبعا وصلت الطائرة ايطالية لنقل مجموعة من الجرحة جرحة الجيش الليبي والقوات المساندة طبعا الطائرة هذه مستشفى متكامل للطواري وعدد الجرحة بإذن الله تعالى لمغادرين إلى جمهورية ايطاليا عددهم 17 الحكومة الايطالية التي تكلفت بعلاج 17 مصابا من ضحايا الشبكات بمنطقتين ابوغرين والهيشة سبق لها وأنقلت في يناير الماضي عددا من الجرحة كانوا قد أصيبوا في الهجوم الذي استهدف معسكر زليتن وهو ما أكدته مساعدة السفير الايطالي لدى ليبيا سبق لنا في شهر فبراير الماضي وأنقلنا الجرحة الذين أصيبوا في الهجوم على معسكر زليتن إلى إيطاليا لتلقي العلاج إيطاليا سباقة لتقديم المساعدة ويستمروا في تقديم المساعدة لليبيا ما تحتاجت ذلك من جهته أفاد رئيس لجنة الأزمة الطبية بالمجلس البلدي مصرات فوزي ونيس بأنهم قاموا خلال الأيام الماضية بنقل عدد من الجرحة إلى تونس لتلقي العلاج في اليومين السابقين سفلنا حوالي 12 حالة إلى تونس وهذه من الحالات التي تم تسفيذها هم طبعا الحالات التي يستصب علاجهم داخل الدولة الليبية والحالات طبعا الموجودة علاجهم في مستشفياتنا يتم علاجهم بالداخل مبادرة الحكومتين التونسية والإيطالية بنقل المصابين للعلاج لديها لا يرى البعض أنها تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز عودة العلاقات الدبلوماسية مع البلدين كما تعكس دعم تونس وروما لمخرجات الاتفاق السياسي الموقع في مدينة أسخرة المغربية قال رئيس لجة النازحين بالمجلس المحل بنوليد عبدالرحمن الهميل أن عدد نازحي مدينة سرط تراجع قليلا مقارنة بالأيام الماضية وأضح الهميل أنه تم تسجيل دخول أكثر من مئة عائلة إلى مدينة بنوليد بين الخميس والجمعة مضيفا أن العدد الإجمالي للعائلات النازحة من سرط قدر بحوالي أربعة آلاف عائلة وأشر الهميل إلى أن عملية حصر النازحين متواصلة قائلا أن المجلس المحلي بنوليد ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر قدموا مساعدات إلى نازحي مدينة سرط في بنوليد قال الناطق باسم مجلس شراء مجاهد درنا وضواحيها حافظ الضبع أن عملية الكرامة تقوم بتحشيد قواتها في منطقة كرسة وأضاف الضبع لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوضع الأمني داخل المدينة مستقر مشيرا إلى استمرار إغلاق طرق عنمارة ومرتوبة والقبة من قبل مجموعات محسوبة على الكرامة حسب قوله وقد طالب عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الأحصاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بوقف الغارات الجوية التي تشنها عملية الكرامة على مدينة درنا ومحاولة محاصرتها ودع الأحصاد في رسالة مواجهة إلى المجلس الرئاسي التي إلى تحمل مسؤولياته أمام المواطنين والمجتمع الدولي وفرض سيطرته على كامل التراب الليبي واتخاذ الإجراءات العجلة والفاعلة لتأمين مدينة درنا وأشار الأحصاد لأن درنا أصبحت خالية من المجموعات الإرهابية لذلك لا يوجد مبرر عند المجلس الرئاسي للسكوت على عما تتعرض له المدينة من عدوان سافر حسب وصفه وحمل الأحصاد المجلس الرئاسي ومجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إزهاق الأرواح وممتلكات المدنيين بدرنا وأرجع الباحث في شون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح في نشعة سابقة سبب توجه خليفة حفتر إلى فتح جبهات قتالية في مدن أخرى قصد تحقيق أهداف ونوايا غير معلنة من ضمنها توسيع دائرة القتال في ليبيا لعرقلة عمل حكومة الوفاق الوطنية فريق يعني عجزة أن يحكم المعركة في بنغازي ومع ذلك يفتح جبهات قتال أخرى وهذه الجبهات تحتاج لإمكانيات مضافية معنى ذلك أن له نوايا وأهداف أخرى غير معلنة أو أن لديه خطط عسكرية جديدة تقوم على توسيع دائرة القتال في ليبيا لا أدري ربما بفتح جبهة رابعة أو ربما يفتح جبهة رابعة إما في أخصى غرب البلاد وإما في أخصى الجنوب أكد السفير البريطاني لدى ليبيا بترى ميليت أن بلاده تدعم حكومة الوفاق ومستعدة للنظر في رفع حظر توريد السلاح على ليبيا في حال طلبت الحكومة ذلك وأضف ميليت في مقابلة تلفزيونية أن بريطانيا وحلفاءها ليس لديهم نية للتدخل العسكري في ليبيا لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم اللوجستي والتدريب للقوات الليبية ودعا ميليت الليبيين إلى الكف عن قتال بعضهم البعض والتوجه نحو ما سمه العدو المشترك في إشارة إلى ما يعرف بتنظيم الدولة قايلان إن مجلس الأمن الدولي مستعد لفرض العقوبات من جديد على معرق العملية السلام في ليبيا قال مسؤولون وديبلوماسيون أمريكيون إن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا ونقلت وكالة فرانس باسا عن المسؤولين قولهم إن هذه الخطوة تهدفه لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية للوكالة أنه في حال إعداد حكومة الوفاق الوطني قائمة مفصلة ومتجانسة بما تحتاجه لمحاربة التنظيم فإنه من الممكن أن ينظر أعضاء المجلس الأمن بجدية إلى طلبها حسب قوله اعتبر الناشط السياسي إبراهيم لصيف فران دعم بريطانيا لحكومة الوفاق الوطني وحيدة المخولة بمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة عبر القوات التي شكلتها هي رسالة لبرلمان طبرق أن بريطانيا تعترف بالحكومة ولا تنتظر اعتراف البرلمان وأعطاء الشرعية لها أما من ناحية رفع الحظر عن الأسلحة من بريطانيا وتزويد القوات التي تقاتل داعش في سرط هذا اعتراف صريح أن القوات التي تحارب داعش في سرط ليست قوات إرهابية كما يروج لها الكثيرون أعلنت الولايات المتحدة وجود دلائل وتقارير تشير إلى تزايد التعاون بينما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا وجماعة بوكو حرام النيجرية وقال نائب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في ندوة صحفية في العاصمة النيجرية بوجا أن هناك تقارير تتحدث عن رسال مقاتلين من بوكو حرام إلى ليبيا مستغلين الفراغ الأمنية الذي تسببت فيه الأزمة السياسية واجرى بلينكين إلى أن قدرة بوكو حرام على التواصل أصبحت أكثر تطورا وهو ما يشير إلى أن هناك المزيد من الاتصالات والتعاون بينها وبينما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا على حد تعبيره فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أمسا جمع أقوبات على رئيس مجلس نواب عقل صالح متهمة إياه بعرقلة التقدم السياسي في ليبيا وأنقل موقع وزارة الخزانة الأمريكية عن نائب مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة جان ثميث قولا إن عقل صالح مسؤول عن تعطيل المسار السياسي في البلاد مشيرا إلى ما اعتبره تعطيل التصويت في مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني وأضف المسؤول الأمريكي أن هذا القرار يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا حسب قوله مؤكدا استمرار واشنطن في دعم حكومة الوفاق الوطنية وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب فتحي المريمي أن عقل صالح يرى أن العقوبات الصادرة بحقه من وزارة الخزانة الأمريكية هي عقوبات غير منطقية ونقل المريمي عن عقل صالح قوله أن هذه العقوبات تأتي في إطار الضغط عليه من أجل تغيير موقفه من الاتفاق السياسي مشيرا إلى أنه متمسك بموقفه حتى يتم تعديل بعض بنود الاتفاق السياسي ليصبح مقبولا قانونيا وأكد المريمي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن رئيس مجلس النواب عقل صالح لا يرفض التوافق بين الليبيين بل يسعى لإتمام اتفاق سياسي يؤمن الاستقرار لليبيا حسب قوله وقلل عضو مجلس النواب صالح فحمة في نشرة سابقة من شأن العقوبات التي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس النواب معتبرا العقل صالح هو مواطن ليبي انتخب من الداخل ولم يكن يوما خارج البلاد حسب تعبيره نرفض هذه العقوبات وربما نقلل من شأنها فربما لن نتناولها حتى ببيان لأنها لا تمثل شيء سيد عقل صالح لا يملك حسابات في الولايات المتحدة وليس له محل إقامة هناك وهو مواطن ليبي انتخب من الداخل لم يكن يوم من أيام مقيم خارج البلاد من جاتر ناشط السياسي صلاح البكوش أن رئيس مجلس النواب يمنع النواب ويصادر إرادتهم في اتخاذ القرار مشيرا إلى أن صالحا يستحق هذه العقوبات حسب قوله عقيل صالح يمنع النواب الآخرين ويصادر إرادتهم في اتخاذ القرار والاجتماع وهذا المخارف الديمقراطية وعلى هذا الأساس كما كان نوري بوساميل عقيل صالح يستحق هذه العقوبة نشاطنا متواصلة وفيها عميد بلدية الزوار يعلن فتح منفذ راسجدراء اليوم أمام المسافرين واستئناف الحركة التجارية بعد غد الاثنين غرفة العمريات التي شكلها المجلس الرئاسي تعلن المنطقة الواقعة بالمحور الجنوبي لمدينة مصرة منطقة عسكرية وبلدي بوغرين يؤكد سقوط قتلى في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة خلال الاشتباكات في المنطقة ماجيس شورى مجاهد درنا يؤكد أن عملية الكرامة تقوم بتحشيد قواتها في منطقة كرسا ويقول أن الوضع الأمني داخل المدينة مستقر السفير البريطاني لدى ليبيا يقول أن بلاده تدعم حكومة الوفاق ومستعد للنظر في رفع حظر توريد الصلاح على ليبيا في حال طلب ذلك أهلا بكم الجديد اتفق المجلس الرئاسي واللجنة المالية بمجلس النواب ومجلس إدارتي مصف ليبيا المركزية على الإسراع في توفير الصيولة المالية في المصارف التجارية خلال الأيام القليلة القادمة وأشر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى أن رئيس المجلس فيزا سراج قر عددا من الإجراءات لتيسير التحويلات المالية لعدد من القطاعات الخدمية في ليبيا يشار إلى أن اللجة المالية بمجلس النواب ومجلس إدارتي مصف ليبيا المركزي عقد اجتماعا مشتركا بحضور رئيس المجلس الرئاسي فيزا سراج ونائبه فتح المجبري لمتابعة ما تم تنفيذه من تدابير لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الراهنة أكد مدير مكتب الإعلام بقوة الرضع الخاصة أحمد بن سالم القبض على خلية تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة بوسليم بطرابولوس تتكون من 12 عنصرا وأوضح بن سالم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن من بين المقبوض عليهم تونسيين متخصصين في عمريات التفخيخ والمتفجرات مشيرا إلى أن هذه الخلية كانت تستهدف بعض نقاط التفتيش والبوابات الأمنية بطرابولوس لزعزعة الأمن وأضف بن سالم أن التحقيق جارم مع ناصر هذه الخلية قائلا إن عملية القبض عليهم تمت بالتعاون مع مكتب الأمن ببوسليم وقوات الفرقة الأمنية السابعة عشرة أكد مصدر من قاعدة جمال عبد النصر الجوية تحطم طائرة عمودية من طراز M.A.8 أثناء محاولتها الهبوط نتيجة سوء الأحوال الجوية وأضف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن طاقم الطائرة وركابها وهم أربعة عسكريين ومدني أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا لمركز طبرق الطبي لتلقي العلاج أعلنت اللجة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أنها قدمت مساعدات إنسانية لأكثر من ثمانية آلاف ومائتين نازح في مناطق الجفر والزنتان ويفر والمرج والبيضاء خلال الأسبوع الماضي وأضفت اللجة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا على صفحتها على فيسبوك أنها قدمت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي مساعدات غير غذائية تتضمن مفروشات وأواني الطبخ ومواد التنظيف ومواد أخرى إلى ثلاثمائة عائلة نازحة من سرت وابوغرين في مدينة بنوليد أي حوالي ألف وثمانمائة شخص قال رئيس مجلس عيال ليبيا للمصالحة محمد لنبشر إن مجهولين اختطفوا أحد أعضاء المجلس علي حسن بن نيران البوسيفي في طرابلس منذ يومين وأوضح لنبشر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن البوسيفي خرج من منزله أمس الأول بعد صلاة الظهر وعثر على سيارته يوم أمس في منطقة الفلاح قيلا إن جميع المساعي لمعرفة مكان المختطف أو المختطفين فشلت وحمل المبشر الخاطفين مسورية سلامة البوسيفي وطالبهم بالإفرجع الفوري عنه مشيرا إلى أن مجلس عيال ليبيا للمصالحة تعرض للكثير من التهديدات في أكثر من مناسبة افتتح اليوم معبر السجدير الحدودي من الجانبين الليبي والتونسي أمام المسافرين وأكد رئيس مكتب المباحث العامة محمد مرضية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المنفذ فتح أمام المسافرين مشيرا إلى أنه سيسمح لعبور شاحنات البضائع انطلاقا من يوم الاثنين القادم من جهته أفاد عميد بلدية الزوارة لقناة ليبيا لكل الأحرار بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد أمس بين بلدية الزوارة والأجهزة الأمنية بمنفذ راس جدير الحدودي والجانب التونسي على تشكيل لجنة مشتركة تشرف على حل جميع الإشكاليات في المنفذ الحدودي وأضف بن ساسي أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على اتخاذ عدة إجراءات تسهل حركة المسافرين وتحافظ على سلامتهم أثناء سفرهم عبر المنفذ تكون فيه تسهيلات كثيرة للمواطن والجانب الرسمي من الطرفين نتمنى أن يتعامل مع كل المسافرين معاملة تسهل له الإجراءات في التنقذ والعبور قولنا لجنة مشتركة برئاسة أو بإشراف خلينا نقول سيد العميد بلدية زوارة ووالي متنين هذه تجتمع بصفة دورية إلى عنوين النشرح قرفة العمارية التي شكلها المجلس الرئاسي تعلن المنطقة الواقعة بالمحور الجنوبي بالمدينة مصرطة منطقة عسكرية وبلد بوغرين يؤكد سقوط قتلها في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة خلال الاشتباكات في المنطقة مجلس شرى مجاهد ذرن يؤكد أن عمارية الكرامة تقوم بتحشيد قواتها في منطقة كارسا ويقول أن الوضع الأمني داخل المدينة مستقر السفير البريطاني لدى ليبيا يقول أن بلاده تدعم حكومة الوفاق ومستعد للنظر في رفع حظر توريد السلاح على ليبيا في حال طلب ذلك تم النشرة في آنة ترجمة نانسي قنقر